السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ودائما صلى على الحبيب قلبك يطيب برنامج رحمة للعالمين منهج سيد النبيين مع غير المسلمين قبل الإسلام وبعد الإسلام وأثناء الإسلام النهاردة معانا واحد من اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الشخص ده بالنسبة للنبي صعب جدا إلا أن سيدنا النبي جاء على نفسه من ده الذي قتل أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل عم النبي والذي قتل أسد الله وأسد رسوله والذي قتل أخ النبي في الرضاعة من وحشي ابن حرب وحشي ابن حرب كان عبد لراجل مشرك اسمه جبير ابن مطعم ابن عدي ففي غزوة بدر قتل أخوه طعيمة ابن المطعم ابن عدي أخو جبير فجبير وحش بيقول جبير ابن المطعم ابن عدي أنه قتل أخي في غزوة بدر لئن قتلت وقتله حمزة عم محمد إن قتلت حمزة فأنت معتوق وكان بالنسبة للعطق ده روحه قال وحشي ابن حرب فأخذت حربتي هو من الحبشة وكانوا الحبشة لا يخطئون في رمي الحراب عندهم مهارة قال ودخلنا في غزوة أحد وما لي مأرب إلا حمزة فنظرت إليه فكان كالجمل الأورق يا حبيبي أسد الله جمل أروق اسمع بقى يعني طويل جدا وقو جدا وبنيته شديدة جدا اسمع بقى وحش بيقوله يهد الناس هدى ويهز الناس هزى سيدنا حمزة قيل أنه كان يقتل بسيفين في وقت واحد بسيفين يقتل المشركين قتل شوف الوحش بيقوله يهدهم هدى ويهزهم هزى فأمسكت حربتي وكنت أختفي منه وراء حجر وشجر إلى أن أعطاني ظهره فأمسكت حربتي ثم قبلتها حتى راضيت عنها يعني إيه نشنت بالزبط حتى أصيب الهدف قال ثم رميتها في ظهري كانش حد يقدر يواجه سيدنا حمزة أبدا الأسد مال إيه أسد الله وأسد رسوله وبعدين فصوبت الحربة فدخلت في بطنه فدخلت في ظهري فخرجت من بين رجليه فاستشهد سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسوله في غزوة أحد وبعدين قال ثم خرجت من المعركة وأخذت حربتي وما لي مأرب غير هذا ثم دارت الأيام وفررت من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى الطائف وخفت أن يقتلني النبي صلى الله عليه وسلم فما حزن رسول الله على أحد بعد عمه فرأيت الطائف يسلمون فراد وجماعات فقلت لهم ماذا أفعل أنا الآن قالوا اذهب وادخل في دين محمد فمحمد لا يقتل من دخل في دينه أبدا قال فتحينت الفرصة ثم ذهبت في سرعة وخفة متخفي وفي سرعة ففوجئ رسول الله بي أمامه فقلت قبل أن ينطق رسول الله قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فنظر إلي رسول الله هكذا وقال أوحشي أنت أنت وحشي قلت نعم قال فنظر رسول الله إلى الأرض وقال له اجلس وحدثني كيف قتلت عمي حمزة يا حبيبي كان سيدنا النبي بيعشق حاجة اسمها حمزة كان صديقه وحبيبه وأخوف الرضاعة وعمه وبيدفع عنه قال له أععد قل لي أنت قتلت حمزة إزاي فقعد يشرح لسيدنا النبي قال وإزب عيني رسول الله تذرفان الدموع عمال سيدنا النبي يبكي 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 وبعدين سيدنا النبي قال حاجة واحدة بس اللي وحشي قال له غيب عني وجهك غيب وجهك عني فلا أراك بعد اليوم كتصعبة أوى على النبي استشهاد سيدنا حمزة في أحد وقال له يا وحشي قال له مش عايق أشوفك بعد النهاردة غيب وجهك عني ليه وشك بيفكرني بحبيبي بعمي بخوية بصديقي بصديق عمري وبعدين يقول لك وحشي دخل الإسلام وبقى سيدنا وحشي بن حرب وذهب إلى الشام وحضر ليرموك ودفن بها ومات بها هناك سيدنا وحشي بقى بن حرب لما دخل الإسلام بيقول لك كنت أتنكب رسول الله يعني أرقب من بعيد فإذا قابلني في طريق خلفت أنا الطريق الآخر وجي سيدنا النبي قابل وحشي لم يبكت لم يقتل لم ينهر رغم أنه قتل أحب الناس إليه سيدنا وحشي بيقول حبيت أكفر بقى عن زنبي اللي قتلت به حمزة قال حتى ادعى مسيلمة الكذاب في اليمامة ما كان اسمه اليمامة في بني حنيفة النبوة فأخذت نفس الحرب ودخلت هناك ثم قلت لأقتلن بك شر الناس اللي هو مين مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة قال فصوبتها ثم قتلت مسيلمة ثم أخذت الحرب وقبلتها وقلت الحمد لله يا رب أنا قتلت بها خير الناس حمزة عم نبيك ثم قتلت بها الآن شر الناس مسيلمة الذي ادعى النبوة فاللهم اجعل قتلي بها لشر الناس كفارة لقتلي بها لخير الناس يا رب أنا قتلت حمزة عم النبي الأسد وقتلت مسيلمة الكذاب يا رب خلي دي مكان دي امسح لدي اغفر لدي يا سلام هذا هو سيدنا وحشي ابن حرب الحبشي عفى عنه النبي وصفها عنه النبي رغم انه قتل عمه قتل حبيبه سيدنا النبي حزن على حمزة ده حزن ما بعد حزن امه ليه الا ان وحشي لما جيه للنبي يدخل الاسلام النبي رحب به وفتح له وفتح له الابواب الاسلام الا ان سيدنا النبي الامر كان صعب جدا على قلبه وكان يقول له لما يقعد سيدنا وحشي كده قدام النبي يقول له يقعد في جنبي كده ما تخليش عيني في عينك بتفكرني بحبيبي نستفاد ايه ان سيدنا النبي رغم الالم والهم والنكد على فقد عمه حمزة الا ان سيدنا النبي استقبل وحشي وعفى عنه الا ان قلب النبي رغم المضاضة اللي في قلب النبي الا ان النبي قال له نحي عني وجهك فلا اراك بعد اليوم وسيدنا وحشي مركز قال له اقتل بقى مسيلمة لعل الله يغفر بها قتلي لي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ديننا وهذا هو منهج نبينا حتى مع من قتل عمه يا ليتنا نتعلم فقول له قولا لينا حتى مع فرعون لعله يتذكر او يخشى اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين واجعلنا مبشرين لا منفرين وإياك اياك ان يساءل الاسلام بسببك الى ان نلتقي في حلقة جديدة باذن الله في برنامج رحمة للعالمين نستودعكم الله ودائما لا تنسوا صلى على الحبيب قلبك يطيب وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته